تكلمتلي على الجار المغربي كذلك قلتلي تأخرت احنا الآن يا أخي الكريم ما نحسبوش الأمور بهذه الدرجة وانتهرك تتكلم مع الوزير الأول الكلمة اللي نقولها عندها وزنها في العلاقات مع أي دولة كذلك ما وش لأنني فلان المنصب اللي راني فيه هل دورنا نبني علاقات وهل دورنا ندخل في حالة زونات تعال أزمات مع فرنسا على سبيل المثال عشنا الكافي من الأزمات سنوات الماضية هل اليوم تحصيل العلاقات واستمرار تحصيلها هل فيه شيء إيجابي للجزائر بطبيعة الحال أشياء إيجابية الفرنسا كذلك مجال الاقتصادي في مجال السياسي إلى آخره نفس الشيء ننتقل الآن إلى جارنا المملكة المغربية حاليا هولاك تهويل هل ندخل في هذا التهويل وحتى ندخل فيه طرح لهو يتنافى تماما مع وقائع الجيوستراتيجية المنطقة تعرفوا علاش هناك سوء تفاهم ما بين الجزائر وجارتها المغرب يا قضية الصحراء إخواننا المغربيين المراركة بغين يجعلوا مننا طرف في الوقت لي صاحب القضية معهم هي الجبهة البوليزاري والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هل ننزلق في هذا الطرح اللي جاء يعني باش كانت كلمتني على رسالة تعازمة لك المغرب كان سبقها هذا الهول إذن نحن نعتقد في الجزائر الأقل على مستوى السلطات الجزائرية تبقى للسياسة الحكيمة اللي طبقها فخامة الرئيس واشفناها في أزمات أخرى أننا نمشو بالحكمة ونمشو دائما سعيا لعلاج المشاكل أو تطوير العلاقات وليس العكس